بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضرتكم كل عام انتم بخير ده اول فيديو بمبثوا في شهر رمضان لمقطاع فترة لأعظار خارج الارادة يعني تمام فالنهارنا بإذن الله تعالى بنتكلم عن مشكلة عدم اكتمال الثمار الكوسة او عفن الطرف الزهري او اعفن ثمار المهم من الاخر ان الثمار بتاعة الكوسة ما اكتملتش وبالتالي اصبحت اه يعني اقتصاديا ما تنفعش خالص ولا ينفع تتسوق ولا اي حاجة خالص تمام فالمشكلة ده هي طبعا كل اللي بيشوفها جماعة على الجروبات ولا على الفيسبوك او اي حاجة يعني بتلاقي اول ما بتكلموا نقص الكالسوم نقص الكالسوم نقص الكالسوم يا جماعة الزراعة مش قصة يعني العملية يعني لها مش عارف اقوله لك زي بس لها ابعاد كتيرة يعني مش اول ما تتص كده تقول نقص كالسوم تمام اولا نفترض ان العملية اه نقص كالسوم او اه قد يكون مشكلة فيه التلقيح او قد يكون الصنف نفسه اه فيه مشكلة او قد يكون الجو نفسه فيه مشكلة وبالتالي الصنف مش متوافق مع الجو اللي احنا زرعين فيه تمام او التقصي يعني بمعنى صح العمل الجوي يعني الحرارة والرطوبة بمعنى صح طيب خليني الاول نتكلم عن اه قد نفترض ان هي كالسيوم فبتلاقي الثمرة من وراه فيها العفن عند الطرف الزهري كده تمام ومع تقدم الاصابة بيبدأ اه الاعفان اللي هي اه في مؤخرة الثمرة دي تبدأ في التقدم لحد قد عم ربع او نصف الثمار على فكرة اه الظاهرة دي بتبدأ الاول بالعفن ولكن اللي بيكمل بعد كده الاعفان لو الجو مناسب يعني او درجات الحرارة والرطوبة مناسبة بيكمل فطر البتريتوس هو مش موجود ولكن نظير الاعفان اللي حصلت تمام ابتدى يتوجد وابتدى يمارس الدور بتاعه فابتدت الثمرة كلها تتحلل بالمناظر اللي انت بتشوفوها قدامكم ده هي تمام اه دي رقم واحد رقم اه اتنين بالنسبة لنقص عنصر الكالسوم الفلاح المحترم او المزارع او المهندس الصديق هيقول والله احنا بنحط كالسوم تمام قلت لحضرتك قبل كده انت ممكن تحط كالسوم ولكن اه الكالسوم غير ميسر للنبات تمام في مشكلة اه ما حصلت فبالتالي اصبح الكالسوم في مشكلة المشكلة دي قد تكون ارتفاع اه زايد في درجات الحرارة قد تكون في املاح عالية فوقفت او اه ملح معين ابتدى اه يكون موجود في التربة وبالتالي بوقف عنصر الكالسوم عن الامتصاص او قد يكون البي اتش بتاع التربة عالي جدا وبالتالي برضو الكالسوم في مشكلة قد يكون حصلت في مشكلة جفاف او ان النبات اتعرض لموجات جفاف وبالتالي معروف ان الكالسوم انصر غير متحرك او صعب الحركة بالنسبة للنبات وبالتالي اصبح اه فيه مشكلة في الامتصاص بتاعه بص هقولك على حاجة يعني حاول تحفظها كويس بالله عليك الكالسوم ده لازم يكون فيه مية كويسة في النبات تمام بمعنى ان الكالسوم ده علشان يمتص ويوصل لكل حتة فيه النبات لازم تكون الري كويس تمام بحيس ان الكالسوم ده بيدوب في المية تمام وبيدخل في الجدر والجدر بياخده بيوزعه على كل اعضاء النبات اخر حتة في النبات بتكون ايه بتكون الثمار تمام فلو ما كانش الكالسوم كويس اعرف ان الثمرة هيحصل لها مشكلة تمام طيب لو عندك ان الحرارة زي ده ايه اللي بيحصل يا جماعة اللي بيحصل ان النبات بيحصل له وقت الظهيرة في الكوسة بالزاد بيحصل عملية اه ان او عملية الزبول المؤقت بمعنى ان النبات بريح شوية كده لما يحس بالخطر الخطر ده ايه منسوب المية او المستوى المية داخل النبات مش كافي مش كافي ليه لان المعروف الكوسة الاوراق بتاعتها عريضة كبيرة تمام وبالتالي معرضة للشمس جامل بيحصل نتح كتير تمام طيب النتح ده لما بيحصل يعني نتح يعني عرق بالنبات يعني المية بتطلع من الصغور من السقوب اللي هي في الاوراق وبالتالي الجدر نفسه ما بيلحقش النبات تمام يعني المية اللي بيفقدها النبات اكتر من اللي هي بيمتصها النبات او اكتر من سعة الامتصاصية للجدر بالنسبة ليه النبات فبالتالي بيحصل اه ان النبات بيبدأ يقفل الصغور بتاعته وبحفظ على النفسه لانه قبل كده قلنا اي كائن حي بحب الايه بحب الحياة واذا ربنا مسأل والله المسأل اعلى بالنملة قالت نملة يا ايها النملة دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ايه اللي خلت تقول كده الاصحابها وولادها ايه ايه حب الحياة فكذا النبات عنده مشكلة او مش مشكلة عنده حب الحياة فبيقفل الصغور بتاعته وبالتالي النبات لو تعرض لكذا حالة مديا تمام فبيحصل في مشكلة اه في الميزان المائي داخل النبات وبالتالي بيحصل لي اه مشكلة في الكالسيوم لو عند الرطوبة حضرتك عالية فبتمنى عملية النتح ديات يعني عملية النتح الزيادة بتاعتها فيها مشكلة بالنسبة للكالسيوم وبرضو النقص بتاعها اه فيه مشكلة طيب لو عند الرطوبة عالية اذا فيه رطوبة عالية جنبه تمام طيب الرطوبة عالية جنب الورق فبالتالي ما بينتحش كتير النتح ضعيف تمام يعني العرق اللي بيطلع والماء اللي بتطلع ضعيف فبالتالي الامتصاص الجدر مش مش كويس ليه لان النبات مش محتاج مية الورق عايش على الرطوبة اللي فوق مش محتاج مية في الجدر اذا فالمنسوب المية او الطيارات المية اللي بتطلع من الجدر بتطلع لبقية النبات متوقفة او ضعيفة طيب طيارات المية دي بتشيل معها ايه بتاخد معها الكالسيوم اذا الكالسيوم مش هتوزع لان المية الحركة بتاعتها ضعيفة داخل النبات نتيجة ضعف عملية النتح وبالتالي بيحصل ان الكالسيوم موجود في الطربة والامتصاص بتاعه ما بيبقاش كويس فبالتالي بتحصل مشكلة بالنسبة لثمرة الكوسة تمام طيب في الحالة ده هي تجمع قد يكون البي اتش طيب العوامل الجوية المفروض ان انت بتجيب صنف متناسب مع العوامل الجوية ده هتو هنجيلها في النقطة التالتة ولكن بالنسبة اللي لو عندك ملوحة او اه طبعا بتجيب اه اي حاجة من الحاجات اللي هي بتاعت منزلة الملوحة ويريت الارض اللي هي فيها املاح ما تزرعش فقط دارس العملية مش اه مش صعبة خالص يعني في ناس بتنشف دماغها كده ولازم نزرع تمام اه لا ما فيش حاجة اسمها كده عشان ما تخسرش بالارض اذا ما كانتش مناسبة ما تزرعش فيها المحصول اللي ما ينسبهاش تمام ارض ملحة في مليون محصول تاني ممكن يتزرع ويكون كويس في الارض الملحة تمام طيب هجيلك بس على حكة البي اتش او التيسر بتاع عنصر الكالسيوم هنحط نطرات الكالسيوم وارجو ان حضرتك تحط معاها حمض نتريك يعني انت لو بتحط خمسة كيلو نطرات كالسيوم للفدان كل اسبوع يريد تحط معاهم حضرتك خمسة كيلو حمض نتريك وتقعدهم بتاع ساعة كده وتسحبهم على السمادة او تحط حمض نتريك ووراها البوتاسيوم على طول تمام الاتنين بيبقوا كويسين حمض نتريك بيخلي التربة او بيسر نطرات البوتاسيوم بيسر نطرات البوتاسيوم لان اساس اساس نطرات البوتاسيوم هو حمض نتريك يا جماعة فاحنا بنضيفه فبيسرلي النطرات البوتاسيوم وبيخفضلي برضو من رقم البي اتش ولو مؤقت وبالتالي بتحصل عندي الامتصاص بيبقى ولا اروع ودي عن تجربة حصلت في الكويت ان الناس كلها بتشتكي من قصة عفن الطرف الزهري في التماطم تمام وبالتالي يعني انا اشتغلت على حد دي المادة العدوية وحمض نتريك تمام المادة العدوية في اول الزراع وحمض نتريك والري المنضبط تمام ما بيخلي لكش اتحدى اتحدى يعمل عندك نقص كالسوم دي النقطة الاولية اللي احنا قلناه بالنسبة ليه وطبعا النقطة التانية هتلاقي التلقيح مش كويس طيب احنا قبل كده قلنا ان تلقيح الكوسة بيكون تلقيح خلطي تمام وان كان فيه اصناف دلوقت بتتعمل عقد بكري او شغالة برضو اصناف عقد بكري بمعنى ان هي زي الخيار كده في الصوب يعني مش محتاجة قصة الزهرة المذكرة والزهرة المؤنسة ولكن خلينا احنا في الاصناف العادية بتاعتنا ديات اللي هي في متناول الجميع واللي الناس بتزرعها تمام طيب بالنسبة ليه التلقيح قلنا ان التلقيح في الكوسة التلقيح خلطي احادي المسكن يعني ايه احادي المسكن يعني الزهرة المذكرة والزهرة المؤنسة على نفس النبات يعني العريس والعروسة في نفس الشقة تمام مش جواز مصير يعني بيجي من بيتقابله لا كل واحد في الشقة ويجي وقت الحاجة لا هما دول الكلام اللي هما بجواز مصير ايه دول انا بحاوله يعني ايسرها لك خلط زول النخل بنجيب الزهرة المذكرة ونلقح بها الزهرة المؤنسة اللي هي النخل كل واحد قاعد في مدينة تمام زي في امريكا لما بيزهقوا من بعض عمل لي حاجة بيسموها ايه بيسموها المرجيفيكيشن او الاجزة الزوجية بمعنى ان لما يزهقوا من بعض لو هي في تيكساس وها في نيويورك كل واحد قاعدين مع بعض كل واحد بروح في ايه في اه في ولاية بيقضي فيها مثلا خمس ستة شهور وبرجعوا يعني عشان يبقى في اشتياق لبعض يعني مرار طافح يعني احنا بنشوفه يعني ناس مرفعه وناس في ايه المهم يعني اه قلنا التلقيح في الكوسة اه حضرتك بيكون اه اه وحادي المسكن وخلط التلقيح وحادي المسكن يعني الزهرة المذكرة والزهرة المؤنسة على نفس النبات وخلط التلقيح يعني النحلة حضرتك بتروحها للزهرة المذكرة بتاخد حبوب اللقاح تمام في بقها وبفرجلها وبتروح تاني على الزهرة المؤنسة بتحط حبوب اللقاح داية ودي رقم واحد دي رقم واحد النحلة هو رقم واحد في التلقيح هي انها هتقول لك طيارات هوائية هيقول لك السلخنافس بتعمل الحشرات التانية كل دا على راسي من فوق ولكن اساسا النحل يليه الزباب تمام وطبعا زي ما قلنا إذا العملية دي ما تميتش عملية التلقيح وتلاها عملية الإخصاب تمام كويس إذن فمش هتلاقي عندك إطلاقا إطلاقا يا جماعة لا يمكن هتلاقي الثمرة عندك كويسة أو مكتملة التكوين تمام في الحالة الأولى زي ما قلنا في الكالسيوم هيكون شكل الثمرة إيه أما في الحالة التانية اللي هي هيكون فيها بسبب التلقيح هتلاقي طبعا الثمرة ما بتكبرش توصل لمستوى معين كده وبتوقف وبتبدأ برضو يحصل فاس فرار وتحلل للأنسجة ولكن ببطء عن الحد ما بتسقط ببطء عن عملية نقص الكالسيوم تمام والمتابع الجيد بيشوف القصة دي كويس جدا يعني تمام فعملية التلقيح لازم على فكرة عملية التلقيح كمان يا جماعة الأجهنب يعني أنا ريت بحس بقولك إيه ربطينها كمان بعدد زيارات النحلة للزهرة المذكرة والزهرة المؤنسة في عدد زيارات للزهرة المؤنسة عدد الزيارات لا يقل عن عدد زيارات معينة تمام في وقت معين من التفتح من وقت تفتح الزهرة تمام ديت مهمة جدا تفترضنا الزهرة اتفتحت تمام في الطماطم يعني يقولك خمسين ساعة الأولين بعد تفتح الزهرة لازم يحصل انك انت تعمل عملية لازم يحصل التلقيح تمام لو ما حصلش التلقيح هتحصل مشكلة كذلك في الكوسة لها برضو معيار معين او عدد ساعات معينة بداية تفتح الزهرة وان في عدد زيارات للنحلة من الزهرة المذكرة للزهرة المؤنسة تمام عدد زيارات بتاع الزهرة المؤنسة بالذات تمام الاهم من كده يا جماعة قوة التلقيح قوة التلقيح دي بترجع لايه خد بالك من دي كويس قوة التلقيح بترجع لقوة النحلة نفسه في النحلة بيبقى اساسا ضعيف تحباء تمام وبالتالي التلقيح بتاعه ما بيكونش كويس لازم يكون العدد الزيارات ويكون عدد الخلايا بتاعت النحلة والعداد تمام ويكون القوة بتاعت النحلة نفسه كويسة عشان تتم عملية التلقيح والاخصاب كويس تمام نقطة الثالثة اللي بقينا حضرتك تمام وطبعا ديت عشان الامور تبقى كويسة يبقى تزرع في الكوسة انا بنصح بانك تزرع بعد طبعا بعد بتحط خلايا النحل او لو حتى انت بتعتمد على ربنا اولا ثم على النحل اللي بيجي لك من برة يبقى تزرع بات شمس عشان يعمل لك الازهار الشعائية الصفرة اللي هي بتعمل عملية جذب للحشرات عموما والنحل رقم واحد في القصة دي تمام في مشكلة بعد كده مشكلة الصنف غير مناسب المربي اللي بيشتغل وبطلع لك الصنف ان كان برة ولا جوة تمام بيشتغلك على ظروف جوية معينة وبقول لك والله ده ينفع يتحمل درجات الحرارة في عقد هيحصل في درجات الحرارة العالية هيقول لك لو والله ده في الخريفة هيقول لك والله ده ينفع تحت الانفق ما تشزش عن القعدة واهل مكة اضربش عبها اذا المربي او الشركة اللي هي متبنية لهذا الصنف عارفة هي بتعمل ايه كويس فما تشزش انت عن القعدة وتروح تزرع بعيد عنهم خالص تجيب الصيف تحطه في الشتوة والانفق تحطه بره والانفق تحطه بره ولا بره تحطه في انفق ديت في الحالة ديت لا تلومنى الا ايه الا نفسك اذا فتعرف الصنف بتاعك رايح فين وهي تزرع فين علشان امورك تبقى كويسة بعد كده بنقول طبعا الرطوبة العالية برضو بتعمل لي مشاكل عشان بتنعكس على عملية النتح وبتنعكس على حبوب اللقاح بتبقى لازجة شوية حتى مع الحشرات وبالتالي الرطوبة لو عاليت هتعمل لي مشكلة طب الرطوبة اللي الجماعة اللي هي اللي بيزرعوا الانفاق اخوية دول اللي بكون عندهم الرطوبة اه ممكن تعلى عندهم او انهم اياخروا فيه الكشف بتاع الزرع وبالتالي الرطوبة بتعلى وكمان عدد الزيارات او النحل ما بيعرفش يدخل لي ده الموضوع كبير وانا قدرت يعني بحاولت ان انا ابسطه بابسط الكلمات يعني اخيرا تقبلت احياتي اخوكم دكتور رجب الشبراء وشكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة